اشتركوا في القناة وتقديم مرتكبية جرائم ضدهم إلى العدالة وتحث الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 68 على 368 الدول الأعضاء على تنفيذ التدابير اللازمة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب ويدين هذا القرار جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الأعلام وتحث الجمعية الأممية أيضا الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لتحقيق المسائلة وتقديم مرتكبية جرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الأعلام إلى العدالة وضمان حصول الضحايا على الإنصاف المناسب وتطلب الجمعية من الدول أن تعمل على تهيئة بيئة آمنة للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة وفي العراق يتعرض الصحفيون والأعلاميون بشكل مستمر إلى التهديد والقتل والاختطاف من قبل السلطات الحكومية والميليشيات الإرهابية المجرمة التابعة للأحزاب الحاكمة والجهات المتنفذة وتسهم الصراعات الدائرة على السلطة بين المشاركين في العملية السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر في المزيد من تدهور الحريات في البلاد وما تزال التقارير المتواترة التي تصدرها المنظمات والمراكز والمراصد الحقوقية المحلية والدولية تكشف النقاب عن الكم الهائل من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في مجال الإعلام وتصلت هذه التقارير الضوء على المخاطر الجسيمة التي تحيط بالعمل الصحفي والتي تجعل العراق من بين أكثر البلدان خطرا بنسبة للصحفيين ما يحول بينهم وبين أداء دورهم في نقل حقيقة ما يجري في البلاد في الوقت الذي ما تزال تتمتع في الجهات التي تقف وراء استهدافهم وقمعهم بإفلاة مطلق من العقاب الأمر الذي يؤكد على عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها لحماية الصحفيين والحريات العامة وسط غياب تام لإرادة سياسية جادة لإجراء التحقيقات بالتزام مع فساد متجذر وضعف ممنهج في جميع المؤسسات الحكومية وحالة الفوضى المستمرة التي يعيشها العراق منذ 2003 وحتى اليوم الأمر الذي انعكس انعكاسا تاما لممارس الصحافة الاستقصائية في البلاد أما بالنسبة لأوضاع الصحفيات العراقيات فإنهن يواجهن معاناة أكثر ويتعرضن لشتى أنواع الاستهدافات ولا سيما الاستهداف الجنائي أو الأخلاقي بالإضافة إلى التحرش الجنسي وهو الأكثر شيوعا في الوقت الحالي وكل هذا مرده إلى الأوضاع المضطربة في العراق سواء السياسية أو الأمنية وتصدر الميليشيات المشهد العراقي إلى جانب واقع المجتمع الذي ما يزال يرفض عمل المرأة في العمل الصحفي أو الإعلامي وتتأثر الصحفيات بشكل خاص بالتهديدات والاعتداءات والترهيب والإهانة ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي وسنتناول في هذه الندوة ورقتين الأولى بعنوان الحماية القانونية للصحفيين على ضوء أحكام القانون الدولي يقدمها القاضي الدكتور محمد الطراونة عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الأردن والورقة الثانية بعنوان الانتهاكات تطال كل الصحفيين الباحثين على حقيقة في العراق ولا كشف للجناة يقدمها الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق والآن مع الورقة الأولى والدكتور محمد الطراونة فليتفضل مشكورا أنا أخواني بجوز يعني برتاح هون كأني بحكي في بيتي بجوز الورقة بعتها للدكتور أيمن مش رايح أتقيد فيها في موضوع الحماية القانونية للصحفيين واسمحوا لي أني هيك شوية أكون بعض الصراحة في هاي الموضوع ضمن ضوابط القانون الدولي وبعيد عن السياسة أثناء التحضير لهذا الموضوع أتيحت إلي فرصة في عام واحد وتسعين أني كنت قاضي للمطبوعات في الأردن لمدة عامين وكنت أحكي مع الدكتور أيمن فلما يجو يحولوا للجهات الرسمية صحفي ولا إعلامي ولا كاتب كاتب مقالي يحولوا علي فكنت أجلس من يعني مش غرور أمام حضراتك أخرج من مكتبي وأجلس قباله وأطلب له مثلا فنجال قهوة وإذا بده يدخن يدخن ونتناقش بشأن العام لأنه كنت في بعض الصحفيين أسماء محترمة مشهورة أقرأ عموده اليومي فما كنت مستوعب أنه هذا الكاتب اللي أنا معجب فيه بدون معرفة شخصية معه أنه يمثل أمامك متحم كان فيه نوع من هيك النقد على أسلوبي في التعامل من بعض الزملائي فأقول لهم هذا مش سارق ولا مرتكب جريمة اقتصاب ولا كذا هذا شخص ينقل الحقيقة ينقل المعلومة والنقطة الثانية اللي بدأ شير لها للأسف الشديد بجزء أخونا أشار لإحصائيات أنا إلي الشرف أنه بجزء من عشر سنوات تقريبا مع منظمة الأرتيكل بتشوف الاعتداءات على الصحفيين في الدكتاتوريات البشعة بس في الدول الدكتاتورية لأنها بالضيق في الحقيقة في نقل الحقيقة يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لا تتفق معها في سياساتها لكن تحترم طريقة تعاملهم المعيشية والاجتماعية بتشوف في البيت الأبيض في المؤتمر بعض الصحفيين كيف يعنف رئيس أقوى دولي في العالم بصمت باستماع له ولن يستطيع البيت الأبيض اللي مدوخ الكرة الأرضية كلها أنه يمنع صحفي حاصل على تصريح من حضور المؤتمر الصحفي بجوز فيه المقام ما بتسع لقصص كثيرة عن عنوان البلدان اللي تحترم للصحافة يعني أنا لازلت أذكره دائما بكررها دائما وابدا في السويد كنت أعمل الماستر كان المشترف علي بروفيسور اسمه كورن مالندر الله يذكره بالخير كان يقول إحنا سادت العالم بسبب حريط الصحافة حريط الإعلام يعني الواشنطن بوست صحيفة بتسقط بجوز بتذكروا حضراتكم ما بتقول عن التاريخ الحديث بتضيحة نيكسون اللي كانت الصحافة كشفتها الرئيس أقوى دولة عالم لأنه بؤمنه في حريط الصحافة في حريط الرأي في التالي أنا أوردت هذا التمهيد حتى أربط أو أعمل مقارنة بوين كنا وين صرنا في العالم الثالث والعالم العربي جزء منه في ناس مو مستوعب أنه صار الصحافة والإعلام تطور عائل ما بتستطيع أنك تكبح جماح هذا التطور لسه في العقلية القديمة أنه الرقيب مقص الرقيب وزيح هذه المقالة وش طب هاي المقالة يعني بجوز في بداية العمل كانت في عنا مثلا والله في صحيفة السفير اللبناني تكتب مقالة يقرأها تبعى المطبوعات يمنعها طب اليوم ما بتقدر تمنع صحيفة وكنت آسف يعني بجوز ما بدأستبقل أمور أحكي مع الدكتور أيمن في بعض الصحف في أمريكا بتقدر أنت كمواطن عادي تدخل على المادة اللي برميها رئيس التحرير أجل لكم الله على سلة مهملات رئيس التحرير في أيقونة بتشوف شو المقالات اللي مش مسموح ما بتقدر والشغلة الأهم أيضا اليوم أنه صار إخواني كل مواطن صحفي في هذا التليفون هذا يعتبر كأنه قناة فضائية سمارتفون وفيه أجهزة متطورة أكثر كثير من الأحداث وثقت عبر مواطنين ليس عبر الصحفي اللي رايحين نحكي عنه في اسلوبه يعني مثلا في أحداث كثيرة هلأ بتأدلة توثق فيه للأسف الأحداث اللي بتصير في سوريا مواطنين عاديين بجمعوا هاي الأدلة النقطة الأخرى اللي بدي أشير لها قبل ما أبدأ بيه الموضوع يعني بكل صراحة أنا بقول في مناطقنا ومناطق الصراع اللي في الشرق الأوسط يعني فيه ازدواجية من الغرب في التعامل مع هاي القضايا يعني بس بدي أورد بعض الأمثل بحضراتكو أعلم مني فيها لما قصفت القوات الأمريكية في بغداد مقر الجزيرة اللي كان فيها مندوب هالمصور طارق أيوم تحججت أمريكا إنه أول شيء بالخطأ ومش عارف وين وطلقت من كذا لو كانت هذا الجريمة على الأرض الأمريكية لا اهتزت الدنيا كلها وأيضا في قصة في العراق بجوز يعني تفترت مع أني ما بعرف شخصيا ولا هي حتى في النزاعات الداخلية كانوا الصحفية مستهدفين يعني بجزء المثل الشهير صحفي أطوار بهجة بغض النظر كان نزاع داخلي أو كذا وهو لم يرتكب جرم الصحفي مثل ما أشرط في البداية هو ناقل للحقيقة فقط آخر آخر مثل بجزء رايحة أشير أقول له بعد ما أستعرض الوضع في القانون الدولي شيرين أبو عاقلة نحن بصدد عمل مسابقة سورية ل 14 جامعة هون في الأردن وضعنا السيناريو خاطبنا الجامعات رشحوا لنا الأشخاص اعتبرنا هذه المحاكمة السورية وخذنا من مقتل أو اغتيال شيرين أبو عاقلة نموذج طبعا من وجهة نظر القانون أنه هل هي جريمة حرب كيف إذا أفلته من العقاب اللي ارتكبوا الجريمة وفي للأسف يعني بجزء يعني بجزء يعني أعجبني المحور اللي أشار فيه ثناء المحكالم الهاتفية مع الدكتور عيمان عن الإفلات في العقاب إخواني وذكروا الكلام وما بحكي يعني أنه أنا عندي معلومات من واقع لن يهنى مرتكب الجريمة ضد الصحفيين من الإفلات من العقاب إذا أفلت في بلده في ظل أنظمة قمعية وفي ظل تشريعات متخلفة في الخارج لن يأفلت لماذا هذا اللي رايح وضحه بوجهة نظر قانونية لأنه الصحفي إذا الاعتداء عليه في هاي الطريقة في قاعدة مهمة بجزء كل دول العالم توافقت عليها تعتبر بمثابة جريمة حرب لا تثقى دم وفي أمثل كثيرة رايح أشير لها للأسف الشديد بجزء قبل ما أبدأ يعني اللي بحز في نفسي مثل ما أشار أخونا الكريم أنه في فترة من الفترات كان العراق اللي إن شاء الله بنتمنى أنه يعود لوضعه الطبيعي فاعل يعود قوي منيع مثل زمان العراق مش مثل زمان في فترة لا العراق اللي بنعرفه أنه يعود بحز في نفسي أنه يكون فترة من الفترات يقارن في كولومبيا وكستريكا في عدد الصحفيين التي تمت عليهم الاعتداد بجزء يعني في آخر حصائية من الفين لغاية الآن يعني بجزء إسرائيل الدولة في العالم هاي اللي تدعي أنها أمة ديمقراطية خمسة مية وخمسين صحفي فلسطيني يغتيلوا من قوات الاعتلال بسبب أنهم بنقلوا المعلومة بجزء آخر حوادث اللي شفتوها عودة على الموضوع دكتور أيمن القانون الدولي منظم تنظيم دقيق جدا حماية الصحفيين لكن للأسف بلداننا ما بتحترم هاي النصوص بتشوف هالنصوص الجميلة وكل الدول العربية مصادقة عليها اتفاقية جينيف إعلانة لينسكو المشعارف التقارير لارتكل ناينتين عند التطبيق العملي للأسف مش مطبقة بجوز يعني أول قاعدة وليش بنقول قاعدة عرفية هاي القاعدة إخواني في حماية الصحفيين بدأت منذ عام الف وثمانية وثلاثة وستثين واتطورت مع التطور بصير يسموها زي أعراف صارت قاعدة اللي هي القاعدة أربعة وثلاثين في حماية الصحفيين بتقول إنه الحماية لازم توثر للصحفي الحماية والصحفي بالمناسبة حضراتكم أعلم مني القانون الدول الإنساني بحمي فئات كثيرة بحمي المدنيين بحمي العسكريين الأسرة المرضى الغرقة المشعارف إيش أثناء الحروب والنزاعات المسلحة ثلاث فئات فقط تتمتع بحماية خاصة من ضمنهم الصحفيين اللي هم الفئات الثلاثة اللي بتمتعوا بالحماية الخاصة هم النساء أثناء النزاعات المسلحة الأطفال والصحفيين بمعنى إنه الصحفي بتمتع في نوعين من الحماية أثناء النزاعات سواء كانت داخلية أو دولية الحماية العامة كمدني كمواطن مدني بيأدي عمله مش مرتبط في طرفين نزاع بنحل الحقيقة وأيضا الحماية الخاصة وبجوز بتشوفوا حضراتك ورايح أشير إلها لما الصحفي يلبس الفست والقبعة هاي زي قبعة رينايتد نيشن هاي مذكورة في نص قانون ملزم إنه إذا شفتوا هذا برس هذا صحافة بده يأدي عمله بده يأدي مهمته وفيه كثير من القضايا طبعا فيه نصوص ما بدي أزعج حضراتكو فيها بجوز يعني آخر تعديل إنه المادة 79 من البرتوكول الثاني الملحق باتفقية جينيف نصت بصراحة ووضوح على إنه الصحفي مدني لازم توثر إله الحماية إذا تم الاعتداء عليه أثناء النزاعات المسلحة هاي تعتبر كأنها جريمة حرب ولا ويجب ملاحقة المسؤولين المناسبة في الملاحقة اللي بدي أشير إلها نقطة مهمة مش بس اللي أطلق النار لا قائده اللي وجهه اللي ما منعه اللي أصدر إله الأمر بتصفية الصحفيين والإعلاميين طبعا أشارت اتفاقيات جينيف الأربعة لحماية الصحفيين الاتفاقية الثالثة أشارت بوضوح البرتوكول الإضافي الثاني أشار بمنتهى الوضوح أيضا لحماية الصحفيين وبجوز بحكم الوقت أشير لأنواع الصحفيين إخواني كان فيه زمان إشي اسمه المراسل الحربي هذا المراسل الحربي وبجوز بالمصادفة كان بالتاريخ الحديث أول مراسل حربي محمد حسنين هيكل في حرب الثماني واربعين وأيضا في بداية الحرب العراقية الإيرانية كان يقوم في دور المراسل الحربي هذا حتى لو كان مراسل حربي يتمتع بالحماية كمدني بموجب حتى مرات القوات النظامية العسكرية وأمريكا بجوز أكثر مثال بتختار أفراد لابسين رتبة عسكرية وهم عشان ينقلوا المعلومة بسموه مراسل حربي بجوز في حرب الخليج الحروب الأمريكان شفنا أنه كيف كانت بعض العسكريين هذا حتى ولو له رتبة عسكرية يتمتع بالحماية إيه متى بتمقلب ويفقد الصحفي الحماية إذا شارك في الأعمال الإعدائية يعني حمل السلاح وتلقى تعليمات وشارك في سير العملية أما مدام وهو بنقل الحقيقة هو يتمتع بالحماية اللي منصوص عليها في قواعد القانون الدولي الإنساني نرجع لموضوع الساعة واللي منطبق على الحماية القانونية للصحفيين اللي هو حول موضوع شيرين أبو عاقلة للأمانة أنا على معرفة شخصية معها وكانت تشارك معنا في برنامج مع مركز حماية تحريط الصحفيين هي وجفارة البديري شيرين أبو عاقلة بجوز من أقدم مراسلين الجزيرة في العالم العربي اللي موجودين في الضفة ما بتغيره لأنه ما يخذين سلسلة تجراءات طويلة موافقات أمنية من إسرائيل ما في واحد في الوطن العربي ما بيعرف شيرين أبو عاقلة أو جفارة البديري أو شسمه للعمري وليد العمري معروفين هاي القضية شيرين أبو عاقلة كل المسافة بينهم وبجوز يعني أثناء التحضير عملنا كان فيه خبرة في الإعلام وفي الصحافة إحداثيات على بعد 150 متر كانت بعيدة عنهم والقوات الإسرائيلية تعرف أنه هذه شيرين أبو عاقلة وإسرائيل ما بتسمح للصحفيين أيا كانوا إلا يأخذوا تصريح أنه هاي مجايين في المنطقة بمعنى وبجوز شفتوا التخبط في الرواية الإسرائيلية أول شيء قالت أنه من الأطراف المتنازعة بعدين بالخطأ بعدين رايحين اللاحق بعدين بعدين وبجوز يعني شوية الاهتمام أنه أنه مالله معها جنسية أمريكية طيب فيه يعني موضوع ثاني بجوز يعني فيه يختلط في جوانب سياسية ما بدنا نحكي فيه ثبت النيابة العامة الفلسطينية أجرت تحقيقات طلعوا الرصاصة اللي قتلتها هون في العنق الجيش الوحيد اللي بيستقدمها في العالم الجيش الإسرائيلي وأجت شوف كيف التناقض اللي بدي أشير إلىه مرة ثانية القوات المباحث الفيدرالية شاركوا الفلسطينيين في أنه بس أعطوهن الرصاصة لأنه هاي مواطنة أمريكية وطبعا الآن بجوز فيه إحياء جديد للموضوع من الرأي العام أنه متابعة هاي الجريمة اللي بيدصل إله لهاي الجريمة شارين أبو عاقلة تعتبر جريمة حرب وحددوا من الأشخاص تقريبا اللي أطلقوا النار اللي أصدر الأمر طبعا هو يعني يهنع الآن أنه بيقولك ما فيه ملاحقة ودولة قوية ودولة يعني هاي تشدق في الديمقراطية أنا بجوز بحكم الوقت بس بدي أشير على السريع ذا بتإذن لي لنقاط مهمة كثير كثير إخواني والله ما بقولها مجاملة وأشرت في البداية أنا يعني مش بنتقد بلداننا أنا بأمنيتي وحلمي أنه نحن ونغيش مثل شعوب العالم كل بلداننا كل العالم الثالث كل العالم يكون بأمانان وكذا أنا بقول اللي بكر اللي أوردته في البداية أنه الدول اللي بتضيق ضرعا بحريط الصحافة بحريط التعبير هي الأنظمة الشمولية هي الأنظمة الدكتاتورية بالعكس أنت لما توفر المعلومة لالناس ليش الناس اليوم بيدخل لك المواطن العادي على المواقع اللي شسمه يجيب معلومة وتصير يعني تزوير في المعلومات طبعا أنت ما أنت معطيه مجال ينقل لك المعلومة الحقيقية وإذا نقل لك المعلومة الحقيقية والحدث الحقيقي للأسف الشديد بتقتله أو جسمه بجوز يعني إحنا مش في حال جيد في العالم العربي جمالا يعني ما بدي أحكي عن كل بلد في عينه لما تستعرض على الأقل 22 بلد عربي للأسف 99% من سجله سيء وأسود في التعامل مع الصحافة اللي بتنقل فقط الحقيقة والمعلومة بجوز بدي بس أشير ل نقطة وهاي مهمة وبجوز هاي تقاس على كل البلدان في عام 2014 المدعي العام الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية باسنودا فتحت تحقيق في الأراضي العربية المحتلة والآن في ملف جاهز يجهز في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في المحكمة الجنائية الدولية ليش 2014 لأنه عام 2014 السلطة الوطنية الفلسطينية قبلت في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الآن في ملف مكتمل للأركان يقدم للمحكمة الجنائية الدولية على أساس أنه الفعل اللي صدر ضد شيرين أبو عاقلة هو جريمة من جرائم الحرب بموجب المادة الثمانية من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية اللي أيضا بتشير للأطقم الصحفية أنه لازم توفر لهم الحماية القانونية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني بقيت بس نقطة أشير لها وبدأ أكررها بجزء شرط لها في البداية بالمناسبة كل الدول العربية موقع على كل اتفاقيات جنيفة لكنها للأسف شديد من أكثر البلدان انتهاكا لهذه الاتفاقيات وخاصة فيما يتعلق بالصحفية يعني بس صحفي واحد كيف العالم الحر انتصر له إذا بجزء حضراتكم كنتم متابعين اللي كشف ما في المخدرات والمخدرات أخطر من الحروب على الشعوب في كولومبيا شخص واحد كشف قضية فساد كبرى في أنه كيف مين اللي برعى قضاية الاتجارة بالمقدرات وهي أكبر بلد في العالم حمال عالم الحر العالم المتطور العالم المتقدم وبجزء حضراتكم في حرب الخريج الأولى إذا بتتذكروا كبيرة من دوبي البيت الأبيض كيف عنفت قدام العالم كله بش انه انت قديش قتلت في العراق وقديش أطفال وقديش مقدرات وقديش كده وصاروا يصقفوا ليها الأجانب اللي موجودين الصحفيين مش يعني للأسف في جعبتي الشيء الكثير فإن شاء الله المرات القادمة أنه بنغطيها وذا يعني إخواني الكرام أنا بعت البرقة المتواضعة مكتوبة أشكركم على حسن الاستماع وبعتذر أني ما قدمت المعلومة الكافية بحكم الوقت لكن معنا مساحة لي النقاش أنه نعوض ما فاتنا في هاي المقدمة شكرا سيدي وشكرا لحضاراتكم يعني شكرا للدكتور محمد الطراونة على المعلومات المهمة التي قدمها من خلال ورقتي الكلمة الآن للدكتور أيمن العاني لتقديم ورقته فليتفضل مشكورا السادة الحضور المشاهدون العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم طبعا حتى نسترسل الحديد سأبدأ من حيث انتهى الضيف الكريم لدينا ورقة عنوان الورقة لانتهاكات تطال كل الصحفيين الباحثين عن الحقيقة في العراق بداية نتحدث عن دولة تدعي الديمقراطية لكنها أبعد ما يكون عن ذلك يتمايز الصحفيون في العراق بعد الاحتلال إلى ثلاثة أو ثلاث مجامع المجموعة الأولى هم الصحفيون المستقلون وسنعرف هذا المصطلح المجموعة الثانية هم المحايدون والمجموعة الثالثة مع الأسف الشديد هم ما يوصفون بأبواق السلطين فهنا نتحدث عن المشكلة والانتهاكات تطال هذه الفئة الأولى المستقلون الصحفيون الصحفيون تطال الصحفيين المستقلين من هم الصحفيون المستقلون هم الذين ينقلون الحقيقة كما هي لا يضيفون عليها آراءهم ولا يخلون بتفاصيلها هذا هو هذا الصحفي المستقل لا هو يزيد على شيء ولا ينقص ولا ينمق ولا يقبح ولا هذه الحقيقة فمن يضيق بالحقيقة ذرعا هو الذي لا يعترف لا يحترم نفسه أولا ولا يعترف بكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي قطعها على نفسه يبدو كأنما هو موضوع يعني كرائج هكذا واقع الصحافة في العراق ما بعد الاحتلال لا يختلف عن واقع السياسي في العراق ولا يختلف عن واقع الاقتصادي في العراق ولا يختلف عن واقع كل المحاور الأخرى بل زياد على ذلك نرى أنه الصحافة وهي توصف بالسلطة الرابعة مضطربة متأزمة لماذا؟ لأنها يعني عليها ظلم مركب قانونيا ظلم وملاحقات جنائية أيضا ظلم آخر وهذا التقييد في حرية الصحافة يتأتى من موضوع كما تحدث أنا هو كراهية الحق لأنه هذا الأمر سيكشف كل الحقائق ستظهر الوجوه على حقيقتها وبالنتيجة هذا الأمر طبعا بعيد كل البعد عن موضوع الذي يريدونه من يحكمون بغداد اليوم الكثير من الصحفيين لا يزالون يتلقون التهديدات وابتزاز عمليات ابتزاز ومضايقات شتى بأنواعها المختلفة الحقيقة وهذا كله من قبل الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتحالفة معها تجاوز صارخ لكل لحرية التعبير والتعددية والاستقلالية وهذا كله مكفول يفترض أنه مكفول في الدستور فهذه أيضا مشكلة أخرى وهذا يفسر لنا تذيل العراق لقائمة الدول في ملفات حقوق الإنسان وحرية التعبير قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق وثق المضايقات والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون المستقلون خلال الأشهر العشر الماضية من العام الجاري أكثر من 230 حالة اعتداء طالت الصحفيين في معظم المدن العراقية وتصاعدت حالات استهداف الصحفيين في المناطق التي تشهد احتجاجات شعبية معارضة للحكومة طبعا الحكومة في بغداد وحكومة كردستان وسط موقف مريب من قبل نقابة الصحفيين العراقين واللعف ملحوظ لدور الجهات المعنية بحماية الصحفيين في العراق شملت الحالات الموثقة في عموم العراق في المدة المذكورة تسع حالات قتل و139 حالة ضرب لمنع أو عرقلة التصوير والمتابعة الصحفية إلى جانب 32 حالة اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني و7 محاولات اغتيال و16 حالة اختطاف و11 حالة اقتحام مقرات قنوات فضائية وتحطيم محتوياتها وإيقاف بثها وإغلاق لمكاتب محطات إعلامية وتسريح عاملين 13 اصابة في صفوف الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام أثناء أداء مهامهم الصحفيين هذا نتحدث 2022 يعني اليوم كل في يعني في ناس في جهات تقول لك خلينا نشوف يتغير الوضع قد الأمور يعني تجي بشكل ما إحنا غير نقرأ الأمور على حقيقتها يفترى نعم الحقيقة مر لا شك لكن يفترض أنه الإنسان يقولها ويواجهها ويفهمها ويستوعبها أيضا طبعا العاصمة بغداد أعلى شهدت أعلى عدد من الانتهاكات الموثقة تليها مناطق كردستان وبعد ذلك محافظة التأميم والمحافظات الأخرى إلى جانب ذلك أجرى من دوبو قسم حقوق الإنسان أكثر من 170 مقابلة ولقاء مع الناشطين الإعلاميين العراقيين في الداخل بينهم عشرات الضحايا والشهود فضلا عن النظر في معلومات من مجموعة كبيرة من المصادر والبيانات الرسمية والدولية وتشير النتائج التي توصل إليها القسم إلى استمرار سياسة قمع المعارضين وإسكات أصواتهم بالتهديد والترهيب والعنف طبعا هو أكثر أشكال الاعتداء هو القتل يعني إزهاق الروح هذا لا شك لكن كذلك يتعرض الصحفيون إلى تهديدات لا حصر لها من التعذيب والاختطاف والاعتداء والتغييب القسري والابتزاز والمضايقات الأخرى ولا سيما في المجال الرقمي وبلغ مستوى الاستهداف حتى تفجير منازل بعض الإعلاميين في العاصمة بغداد والاعتداء بالضرب على مراسلة صحفية أثناء البث المباشر وأيضا في العاصمة بغداد فضلا عن توعد نائب سابق هو نائب سابق لكن يتوعد صحفي أحد الصحفيين بالتقطيع والقتل ولذلك تتسبب التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين في مناخ من الخوف والرعب والشعور بالإذلال والإحباط لدى الإعلاميين مما يحول دون التداول الحر للمعلومات والآراء لجميع المواطنين طبعا هنا أنا هذا كل الورقة مبنية على الإفادات والشهادات التي جمعها قسم حقوق الإنسان المقابلات عشرات الصحفيين والشهود والناشطين المدنيين ناشطين الإعلاميين فقد أقتبس من هذه الإفادات إضاءات تظهر لنا الواقع حقيقة فيقول أبرز أسباب الاستهداف أحد الصحفيين تجاوز الصحفي الخطوط الحمراء التي تضعها الأحزاب السياسية والميليشيات هذا الأمر يعني لماذا أنه هناك خطوط حمراء لأنه يعلم نفسه الإنسان المسؤول في بغداد اليوم يعلم نفسه أنه مؤقت أنه هذا ليس انتماء حقيقيا للوطن ولا له أي أولوية وطنية وكيف أتى إلى هذا المنصب هو يعلم يقينا كيف أتى إليه دون وجه حق أو من دون وجه حق وكله بسبب أنه قريب لهذه الجهة أو تلك هو بالنتيجة موافق عليه من قبل طهران أو واشنطن هذه بالخلاصة في ظل هؤلاء يحتل العراق المرتبة 163 عالميا وفقا لأحدث مؤشر لحرية الصحافة الذي تصدره سنويا منظمة مراسلون بالأحدود والمركز السابع عشر عربيا بعد الصومال وسوريا والسودان أصبح العراق في هذه المراكز وما يزال العراق ومنذ 2007 متصدرا القائمة السوداء لمؤشر الإفلات من العقاب العالمي وقد تراجع تراجعا جديدا العام الماضي ليكون ثالث أسوأ بلد في العالم في مؤشر إفلات قتلة الصحفيين من العقاب المشكلة الكبيرة أنه يتم الاستهداف لشخصيات مؤثرة في المجتمع وهذا طبعا يخطط له ويتوظف له وتسخر له إمكانات كبيرة هذا مو شغل فردي هذا شغل حكومة شغل ناس تخطط ناس تريد تنفذ مخططات فيجب أن تبعد هؤلاء النماذج هذه النماذج إضافة إلى ذلك يتعرض الصحفيون إلى الانتهاك بالقانون لكن مع الأسف الشديد في العراق هؤلاء أتقنوا القانون ليعلموا كيف ينفذوا مخططات خارجية وليس لإشاعة العدل ولا في كفاءات قد يكون في كفاءات وكفاءات كثيرة لكن التوظيف خاطئ التوظيف إجرامي فهنا الحكومات تستغل القوانين لزيادة التضييق على الصحفيين لملاحقتهم يعني الدكتور الله يسلم يقول أنه ممنوع إيداع أي صحفي السجن في الأردن ومنذ 2001 هذا القرار زي لماذا هذا هذا حال الصحافة إذن في العراق لأنه النظام يختلف اختلافا جدريا عن ما هو عليه اليوم تخيلوا السجن عشر سنوات لكل من يبحث عن المعلومة يعني فعلا أمور لا تصدق قوانين يعني صفعة قاسية للحريات هذه القوانين تحوي على عقوبات غاشمة بحق صحفيين ليس لهم من الأمر شيء إلا أن يقدموا الحقيقة فقط هذه يعني المشكلة هذه وتبقى هنا بعض المشروع الحصول حق الحصول على المعلومة قيد الانتظار منذ أكثر من سبع سنوات لماذا لأن لا يراد له أن يرى النور وإذا رأى النور فسيكون التطبيق بشكل مخالف تماما لروح ومضمون هذا القانون أيضا القوات الأمنية تجبر الإعلاميين على توقيع تعهد بعد تعرضهم للاعتداء والضرب والإذلال حتى يتم أطلاق بخلاف ذلك يقول تخيص بالسجن بهذه اللفظة هكذا نقلت إلنا هيئة الإعلام والاتصالات المشكلة أنها تزيد الطين بالله والداع عليه كيف لأنها تصدر بيانات يصفها الصحفيون أنفسهم أنها بيانات جدلية ضبابية تهدر حقوق الصحفيين وتنحازن حيازا واضحا إلى السلطة وهي يعني من عنوانها ينبغي أن تكون ملاذا لهذه الفيه بل هي مشاركة في اقتحام منازل بعض الإعلاميين جنبا إلى جنب مع القوات الحكومية وعناصر الميليشيات تمام سيد الحقيقة يعني المواضيع كثيرة جدا واختصارا للوقت نتحدث هنا عن فقرة مهمة جدا هوية مرتكب الانتهاكات بحق الصحفيين يعني هناك قاعدة في القانون ابحث عن المستفيد في أي جريمة ابحث عن المستفيد المرتكبون للجرائم ضد الصحفيين هم المستفيدون من عدم نقل حقيقة ما يجري في العراق حقيقة الواقع المزري الذي يعيشه العراقيون تغييب هذه الحقيقة من المستفيد منها الشعب مستفيد منها المستفيد منها من يمتص دم الشعب من يستغل ثروات البلاد من يصادر إرادة الشعب هؤلاء المستفيدون من هذا الموضوع ف يعني والقوات الأمنية التي لا تحمي الصحفيين لأنه الاعتداءات على أعين هذه القوات كثير من الشهادات والإفادات توثق ذلك فهي مشاركة شريكة بهذه الجرائم فهنا أما الادعاء الحكومات المتعاقبة من 2007 إلى اليوم تدعي تدعي أنه الجهات التي تستهدف الصحفيين والله غير معروفة غير معلومة لا نستطيع الوصول إليها يعني هي ادعاء صدقا أنقل عن مدير أقليمي لمنظمة حقوقية دولية معتبرة يقول هذا الادعاء مثير للسخرية يعني طبعا وهذا تشاركه في هذا الشعور جميع المنظمات والمؤسسات الدولية الرائعة لحقوق الإنسان معرفة هوية المرتكبين يفسر لنا الإفلات المطلق للعقاب بالنسبة للمرتكبين أو للجناد لأنه هو الحاكم وهو القاضي وهو الجلاد وهو المنفذ وهو نفس نفس الطرف يعني فلا شك أنه تكون يعني المستغرب لو كان المرتكبون تحت طائلة المسائلة لأنه لا تكون جهة أخرى تخيلوا في العراق بلغ أعداد بلغت أعداد القتلى من الصحفيين خلال العقدين الماضين أكثر من خمسمائة صحفي أكثر من ثلاثين بالمية من أعداد القتلى الصحفيين في العالم خلال العقدين الماضيين في العراق هذا ليس يعني الأمر ممنهج وبشكل واضح وبشكل صريح وبشكل صارخ أيضا لكن الحكومة تقول والله أو السلطات الحكومية تقول ما نقدر دور المجتمع الدولي الدكتور الفاضل بيّن أنه هناك عقوبات تفرض على الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان نعم صحيح لكن في الحالة العراقية انظر إلى الجهة المرتكبة ومن يدعمها تفهم لماذا يظل الملف العراقي فضل لأنه الجهة المرتكبة مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وهذه حقيقة يعني فهنا تقف الأمور نجي على الازدواجية في المعايير ولعل الحرب الأوكرانية أو الحرب الروسية على أوكرانيا أظهرت الوجه الحقيقي لمدعي الحقوق الإنسان وكيف يتعاملون باختيارية مقيتة بين هذا الملف وذلك تبعا للون بشرة الضحية ولون عين الضحية وعرق الضحية في مسألة حقوق الإنسان طبعا هناك الكثير الكثير حقيقة لا يصعفنا الوقت لكن أنهي بهذه العبارة لا شك هناك توصيات كثيرة أنه نضعها لتحسين أحوال أو مستوى الحريات في العراق لكن هذه التوصيات تحتاج إلى أرضية أرضية صالحة أنه هذه التوصيات تنمو فيها أو تفعل فيها يعني لكن جميع الحكومات من 2003 إلى اليوم تنتهك حقوق الإنسان بوتيرة عالية وعلى كافة المستويات فهل تصلح هذه الحكومات أو هذا النظام أن تقدم له توصيات لإصلاح الحال أو فلا يمكنها هي يعني أولا لا يمكن أن نصفها بحكومات ديمقراطية لأنها لا تحترم الديمقراطية ولا تعرف معنى القانون بل هي خارج عن القانون كذلك لا يمكنها في كل الأحوال تفعيل هذه التوصيات التي لا تتحقق إلا بإحداث تغيير جدري وذي مغزى في النظام السياسي القائم وشكرا للاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للطيفين الكريمين دكتور أيمن العاني وشكرا للدكتور القاضي محمد الطراونة على ما قدمه من معلومات وبيانات وتفاصيل دلل بالوثائق والأرقام تظهر لنا جانبا مما وصل أي واقع الحريات العامة في العراق وفي عموم الوطن العربي ومدى الإفلات المطلق من العقاب الذي يتمتع به الجناة والمرتكبون وبيان بعض الإنعكاسات السلبية لهذه الأوضاع الخطرة على حق المواطن العربي في الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنون وتداعيات ذلك على استمرار ترد حالة الحقوق الإنسان في العراق الآن نفتح باب الأسئلة والمداخلات إذا في أسئلة دقيقتين لكل سؤال أو مداخلة لأن هناك حالات حقق فيها هذا القصاص ما يليك تفكرنيها حتى الماس تفائل أستاذ الكريم أشكرك على هذا السؤال وبالمناسبة بجوز هذا السؤال مرات سأله في اليوم عشر مرات من طلابي سواء في الجامعة أو في المعهد أنه يا دكتور القانون الدولة الإنساني القانون الدولة الإنساني هذا بس على الدول الضعيفة نعم هم محقين لأنه القانون الدولة الإنساني يعاني من إشكالية الصراع بين قوة القانون وقانون القوة اللي ساعده اليوم قانون القوة أشار الدكتور عيمن بجوز اقتصر علي الإجابة في أكرانيا أنه كيف يعني مساكين اللاجئين والبنية التحتية والمش عارف طب العراق مش بشر مش عرض العراق بس من 2003 بدنا نحكي كيف دمرت العراق والدم اللاجئين الفلسطينيين من عام 1948 في حالات نعم إجابة على تساورك لكن للأسف للأسف الشديد مرات يوجه نقد للمحكمة الجناية الدولية سموها محكمة النيقرو بس للسود ما تقدم أمامها لغاية الآن على الإطلاق انسى محكمة غسلافيا السابقة هذه كانت محكمة مؤقتة اللي حاكمت بعض الجنرالات السرب المحكمة الدائمة للأسف لا ما قدم ولا أي شخص للمحاكمة لكن ومع ذلك مش يعني نحبط أو نيأس إنه ما قدم ناس اللي أشارتوله في البداية إنه هذه جرائم لن تتقادم ولو بمضي مدة طويلة بتلاحق بجزء لاحق وكم صحفيين كانوا للأسف في إفغانستان الأمريكان لاحقوا صحفيين وودوهم على قوان التنامو والمضحك إنه بعد خمسة سنين اكتشفوا إنه فيش عليهم شيء إذا منذكرين قصة سام الحاج وواحد اسمه تيسير علوني مراسل الجزيرة فيه يعني وبجزء يعني حضراتكو أعلم مني القانون الدولي الإنساني يصنعوا لقوياء يصنعوا المنتصرون في الحروب هموا بصنعوا القانون وفصلوا على مقاسهم حالات للأسف يعني بواقع عملي ما في حالات كثيرة إلا بجوز بس حالة واحدة في رواندا صحفي يعني نقل معلومات خاطئة هو وقس كاثوليكي وقدموا للمحكمة الجنائية في رواندا لأنه اعتبروا هاي المعلومة اللي أوردها الصحفي ساهمت فيه إنه أشخاص يعني أصدر خبر أو نشر خبر قال إنه المنطق الفلانية آمنة إلجأوا لها وتبين المنطقة اللي لجو عليها إنه فيها كمين من القوات المتقاتلة وتم القضاء عليهم جميعا فحول الصحفي والراهد الذي كان في ذلك جز حالات نادرة جدا لتم تحويله شكرا في الختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نجدد شكرنا للطيفين الكريمين على ما قدماه والشكر موصول لكم أعزائي الحضور ولجميع المشاهدين وإلى لقاءات قادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة